تعلمتم في فيديو سابق كيف تعرفون الشكل الهندسي للجزيئات التي لديها خمس سحب إلكترونية حول الذرة المركزية وفي هذا الفيديو سنحل أمثلة أكثر من نفس النوع المثال الأول ما هو الشكل الهندسي لجزيء ثلاث فلوريد لكلور؟ الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء هي اتبعوا الخطوات الأربعة ذاتها الخطوة الأولى هي رسم التركيب النقطي للجزيء لفعل ذلك جدوا عدد إلكترونات التكافؤ الكلي فيه يقع الكلور في المجموعة السابعة ولديه سبعة إلكترونات تكافؤ ويقع الفلور في المجموعة السابعة أيضاً ولديه سبعة إلكترونات تكافؤ هناك ثلاثة ذرات فلور في الجزيء ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون واحد وعشرون زائد سبعة يساوي ثمانية وعشرون في هذا الجزيء ثمانية وعشرون إلكتروناً عليكم تمثيلها في تركيب النقطي الذرة المركزية هي ذرة الكلور لأن الكلور أقل كهرو سلبية من الفلور ترتب الذرة الكلور بثلاث ذرات فلور في هذه الروابط استخدمتم اثنان أربعة ستة ستة إلكترونات عدد الإلكترونات المتبقي يساوي ثمانية وعشرين ناقص ستة ويساوي اثنين وعشرين إلكتروناً مثلوها في التركيب النقطي أضيف هذه الإلكترونات إلى الذرات الطرفية وهي ذرات الفلور يتبع عنصر الفلور قاعدة الثمانية وكل ذرة فلور لديها إلى الآن إلكترونات تكافؤ في مستوى الطاقة الأخير لذلك أضيف ستة إلكترونات إلى كل ذرة لملء غلاف التكافؤ فيها أضفتم ستة إلكترونات إلى ثلاث ذرات ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمانية عشر عدد الإلكترونات المتبقي يساوي اثنان وعشرون ناقص ثمانية عشر ويساوي أربعة إلكترونات بقي عليكم تمثيل أربعة إلكترونات أضيفوها إلى الذرة المركزية كأزواج غير مرتبطة حول ذرات الكلور وهكذا مثلتم جميع إلكترونات التكافؤ في الجزئ لاحظوا أن ذرة الكلور تخطط قاعدة الثمانية وهي لديها في غلاف التكافؤ الآن أكثر من ثمانية إلكترونات وهذا ليس خطأ كما تظنون لأن عنصر الكلور يقع في الدورة الثالثة غلاف التكافؤ لديه هو المستوى الثالث وفيه مدارات من نوع D لذا فهو يتسع لعدد أكبر من الإلكترونات فكروا بشحنة الذرات في الجزئ مثلاً لو حسبتم شحنة ذرة الكلور ستجدون أنها تساوي صفر إذن هذا تركيب نقطي صحيح انتقلوا إلى الخطوة الثانية وعدوا السحب الإلكترونية المحيطة بالذرة المركزية تذكروا أن السحب الإلكترونية هي مناطق وجود كثافة إلكترونية حول الذرة المركزية وهي تشمل أزواج الإلكترونات المرتبطة وغير المرتبطة هذا الزوج المرتبط يشكل سحابة إلكترونية وهذا أيضاً وهذا أيضاً وهذه الإلكترونات غير المرتبطة تشكل سحابة أيضاً هذه واحدة وهذه الثانية عدد السحب الإلكترونية حول الذرة المركزية يساوي 5 انتقلوا إلى الخطوة الثالثة واستنتجوا الشكل الهندسي الذي تشكله جميع هذه السحب الإلكترونية حول الذرة المركزية في فيديو سابق تحدثنا عن الجزيئات التي لديها 5 سحب إلكترونية حول الذرة المركزية وقلنا أن 5 سحب إلكترونية تتخذ شكلاً هندسياً يسمى بالهرم المزدوج الثلاثي وذلك وفقاً لنظرية فاسبر وعلي ستتخذ هذه السحب الخمس شكل هرم مزدوج ثلاثي لكن أين تضعون أزواج الإلكترونات غير المرتبطة؟ تذكروا أن الإلكترونات غير المرتبطة تؤثر بقوة تنافر أكبر وتحتل هذه السحب حيزاً أكبر في الفضاء حول الذرة لهذا فإن الموقع الذي تضعونها به يؤثر بشكل كبير على الشكل النهائي للجزيئ عندما تشكل السحب الإلكترونية شكل هرم مزدوج ثلاثي تضعون سحب الإلكترونات غير المرتبطة على محاور المثلة المسطح تذكروا أن المثلة المسطح يتكون من ثلاث سحب إلكترونية تقع في نفس المستوى أرسموا الجزيئ على النحو الآتي هذه ذرة لكلور المركزية أرسموا الإلكترونات غير المرتبطة على أطراف المثلة المسطح حولها هناك سحابتان من الإلكترونات غير المرتبطة في هذا الجزيئ أرسموا واحدة هنا والثانية هنا بقي لديكم موقع واحد على طرف المثلة المسطح الثالث ضعوا فيه واحدة من ذرات الفلور بقي لديكم ذرتا فلور ضعوهما في المواقع المحورية على طرفي المحور العامودي أي إلى الأعلى وإلى الأسفل من المثلة المسطح مرة أخرى تضعون الإلكترونات غير المرتبطة على أطراف المثلة المسطح من الشكل وذلك لتقليل التنافر هذا المثال هو مثال آخر على معرفة الأشكال الهندسية للجزيئات التي لديها خمس سحب إلكترونية حول الضرة المركزية والقاعدة المهمة التي عليكم تذكرها عند حل أمثلة كهذه هي أن تضعوا الإلكترونات غير المرتبطة في نفس المستوى على أطراف المثلة المسطح في الشكل الخطوة الرابعة هي تحديد الشكل الهندسي النهائي للجزيئ وذلك بتجاهل أزواج الإلكترونات غير المرتبطة أرسموا الشكل مرة أخرى ضعوا ذرة الكلور في المركز أرسموا ذرات الفلور المحورية على طرفي المحور العمودي وارسموا ذرة الفلور الثالثة على أحد أطراف المثلة المسطح الزاوية بين هذه الذرات تساوي 90 درجة حسناً ما هو الشكل الهندسي للجزيئ الذي رسمتموه؟ تقع السحابتان المحوريتان على أطراف المحور العمودي وهو خط مستقيم وتقع الذرة الثالثة في موقع يتعامد مع هذا الخط المستقيم لاحظوا أن الشكل الناتج يشبه حرف T باللغة الإنجليزية لذلك سمي بالشكل T ماذا عن زاوية الرابطة بين هذه الذرات؟ بالنظر إلى شكل الجزيء تلاحظون أن هذه الزاوية قائمة وتساوي 90 درجة وهذه الزاوية مستقيمة وتساوي 180 درجة لحظ العلماء عند التجربة أن قيم هذه الزاوية تختلف بعض الشيء لكن لغاية دراسة هذا الموضوع فكروا بها على أنها مساوية لهذه القيم انتقلوا إلى مثال آخر ما الشكل الهندسي الذي يتخذه آيون ثلاثي لديد السالب؟ الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء هي آي ثري سالب أرسموا التركيب النقطي للجزيء يقع عنصر اليود في المجموعة السابعة ولديه سبعة إلكترونات تكافؤ هناك ثلاث ذرات يود في هذا الجزيء ثلاثة ضرب سبعة يساوي 21 إلكترون لكن هذا الجزيء آيون سالب أي أن له شحنة سالبة وهذا يعني أن لديه إلكترون تكافؤ إضافي 21 زائد 1 يساوي 22 في هذا الجزيء 22 إلكترون تكافؤ عليكم تمثيلها في التركيب النقطي هذه هي ذرات اليود الثلاث وهذه هي الروابط بينها استخدمتم في هذه الروابط أربعة إلكترونات تكافؤ 2 لكل رابطة 22 ناقص أربعة يساوي 18 بقي عليكم تمثيل 18 إلكترون في هذا التركيب أضيفوا إلكترونات إلى ذرات اليود الطرفية يتبع عنصر اليود قاعدة الثمانية لذا يلزم كل واحدة من هذه الذرات 6 إلكترونات إضافية حتى تصل إلى الثمانية استخدمتم إلى الآن 6 ضرب 2 12 إلكترونا عدد الإلكترونات المتبقية يساوي 18 ناقص 12 ويساوي 6 أضيفوا هذه الإلكترونات إلى ذرات اليود المركزية أضيفوها حولها كأزواج غير مرتبطة بهذا الشكل هذا هو التركيب النقطي للجزئ لكن هذا الجزئ هو آيون سالب لذا ضعوا حوله أقواس مربعة واكتبوا إشارة السالب في الجزء العلوي الأيمن للدلالة على شحنته انظروا إلى الذرة المركزية تخطت هذه الذرة قاعدة الثمانية ولديها الآن في غلاف التكافؤ أكثر من 8 إلكترونات وهذا يجوز لأن عنصر اليود يقع بعد الدورة الثانية في الجدول الدوري وهذا يعني أن غلاف التكافؤ يتسع لأكثر من 8 إلكترونات ماذا عن شحنة هذه الذرة؟ لو حسبتم شحنة ذرة اليود المركزية لوجدتم أنها تساوي سالب واحد ولذلك هذا الجزئ سالب الشحنة تساعدكم شحنة الجزئات وشحنة الذرات فيها في تفسير اتخاذ الجزئات لأشكال معينة وهذا ما تحدثنا عنه في فيديو سابق عن تأثير الشحنة على شكل الجزئات انتقلوا إلى الخطوة التالية في الخطوة الثانية عليكم عد السحب الإلكترونية المحيطة بالذرة المركزية إلكترونات الرابطة الواحدة تشكل سحابة إذن هذه سحابة هنا وهذه سحابة أخرى هنا وكل زوج من أزواج الإلكترونات غير المرتبطة يشكل سحابة أيضاً هذه واحدة وهذه أخرى وهذه سحابة أخرى ومجموعة السحب الإلكترونية حول الذرة المركزية يساوي خمس سحب تتخذ خمس سحب إلكترونية شكل هرم مزدوج ثلاثي حول الذرة المركزية أرسموا الذرة المركزية في الوسط هنا وزعوا السحب الإلكترونية على المواقع في الهرم المزدوج الثلاثي لا تنسوا القاعدة هنا وهي أن تضع سحب الإلكترونات غير المرتبطة على أطراف المثلة المسطح في نفس المستوى لتقليل التنافر هناك ثلاث سحب من الإلكترونات غير المرتبطة في الجزئ أرسموها بهذا الشكل حول الذرة المركزية وهذا الجزء هو المثلة المسطح من الشكل بقي لديكم سحابتان من الإلكترونات المرتبطة بين الذرة المركزية وذرتين اليود ضعوهما على المحور العامودي ضعوا ذرة يود على طرف المحور هنا وضعوا الذرة الأخرى على الطرف الآخر هنا هذا هو الشكل الهندسي الذي تتخذه السحب الإلكترونية جميعها انتقلوا إلى الخطوة التالية لمعرفة شكل الجزء الهندسي تجاهلوا السحب الإلكترونية للأزواج غير المرتبطة ما هو الشكل الناتج في هذه الحالة؟ انظروا إلى الشكل بعد تجاهل الأزواج غير المرتبطة حول الذرة المركزية فإن الشكل الناتج هو عبارة عن خط مستقيم إذن يتخذ هذا الجزء شكلاً خطياً وزاوية الرابطة بين ذراته مستقيمة وتساوي تقريباً 180 درجة في هذا الفيديو والفيديو السابق تعلمتم طريقة معرفة شكل الجزء الهندسي للجزئات التي لديها خمس سحب إلكترونية حول الذرة المركزية وفي هذه الأمثلة الأربعة رأيتم كيف يختلف الشكل تبعاً لعدد الأزواج غير المرتبطة حول الذرة المركزية